دعوني أبدأ مع حضراتكم النهاردة لأننا انتظرنا لغاية نهاية مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب تونس هزيمة منتخبنا الوطني بثلاثية مقابل هدفين في أول 7 أو 8 دقائق لتونس ثم هدف في دقيقة 92 على ما أتذكر في نهاية المباراة وهدف لعمر كمال في الشوت الأول في دقيقة 35 أو 37 بتقترب المباراة من 2.0 إلى 2.1 ولكن الحقيقة الشوت الثاني تحديدا شوت سيء للغاية لمتخبنا الوطني المطش كله الحقيقة ونحن لسه كنا نتكلم في هذا الأمر أن هذه المباراة تعتبر بروفا جيدة وتعتبر اختبار حقيقي لمنتخبنا الوطني منتخبنا الوطني خلال الفترة الأخيرة لعب مباريات كثيرة جدا ولكن من وجهة نظري أن أنت تلعب منتخب تونس هذا المنتخب القوي هذا المنتخب الكبير هذا المنتخب الذي يضم عدد كبير من اللاعبين الكبار حاجة محترمة جدا الحقيقة النهاردة خط الدفاع عليه علامات استفهام في الأداء لأنه لما تستقبل هدفين في أول 7 دقايق بشكل غريب جدا حاجة غريبة جدا أكيد في حاجة غلط معرفش هل هناك غلط أن أنت لعبت تونس دلوقتي معرفش ممكن لها طبعا في الآخر وجهات نظر وخلي بالحضراتكم أن ألاقوا عين المباريات الودية وجهة نظري وجهة نظري أنا ما بحبش أبص للنتائج في المباريات الودية يعني ما عنديش مشكلة ما احنا كسبنا بالجيكا ودي وقلنا فيتوريا ده رائع وهيل وما زلنا بنكرر هذا الأمر أنا عندي قناعة كبيرة جدا بهذا الرجل أنا بتكلم من ناحية الفنية لأنه عنده علامات استفهام كتير على نواحي إدارية احنا بقى نتكلم عنها ولكن أنا بتكلم عن أن هذا الرجل له عمل دور جيد جدا مع المنتخب خلال الفترة الأخيرة عشان كده أنا بقول لحضراتكم ما بنغيرش كلامنا ولكن مباراة النهاردة تحديدا لا أداء فني سيء هتقول لأصل غياب لعابة الأهلي طبعا غياب لعابة الأهلي مؤثر في فريق النادي الأهلي ومؤثر في المنتخب ولكن أنت عندك قاعدة كبيرة جدا جدا تقدر تختار منها ما تريد عندك قاعدة كبيرة جدا تقدر تعمل فيها اللي أنت عايزه وتختار اللي أنت عايزه فعشان كده أنا حزين جدا للمستوى اللي أنا شفته النهاردة للمنتخبنا الوطني ولكن في النهاية أنت عندك مدير فني جيد جدا عندك مجموعة لعابين على أعلى أعلى مستوى لما تجي تتكلم النهاردة على خط هجومك تتكلم عن محمد صلاح ومرموش وزيزو ومصطفى محمد هذا الرباعي الحقيقة الأفضل أنا عارف النهاردة زيزو كان بيلعب في حتة تانية وبطريقة مختلفة ولكن في النهاية مش معقول يا جماعة أنت يبقى عندك إصابة في الباك الشمال ومش تلاقي باك الشمال يلعب مش معقول أنا ما شفتهاش دي قليلة يعني ما بشوفها خصوصا مع منتخب يعني ممكن أقول كده في نادي بتاع لكن منتخب مش تلاقي لعيب ده أنا جيب لعيب واثنين وثلاثة وعشرة فأنا بالنسبة لي الموضوع الحقيقة كان النهاردة غريب قد أكون حالة عدم توفيق موجودة عند فيتوريا النهاردة وجهازه الفني واللاعبين ما فيش مشكلة نعدي إحنا بنعدي ولكن في الكويس إحنا دايما بنطلع نقول الناحية الفنية كويس خلي بال بقى حضراتكم التلماتش القادم الأجندة اللي جاية يعني أنت هتلعب الجزائر ودي على حسب ما تم الإعلان أو لسه لم يتم الإعلان ولكن المنتخب بيتكلم أنه هتلعب المنتخب الجزائري يعني وأنا بكلم حضراتكم دلوقتي الجزائر بتلعب السنغال ودي فعشان كده وفي السنغال خلي بالكم فعشان كده بقولكم أنت هتلعب مباراة صعبة مباراة مهمة مصر والجزائر زي النهاردة لو حضراتكم شفتوا مباراة مصر والتونس النهاردة هي مباراة ودي ولكن كانت ذاتها طابع رسمي اللعيبة كلها بتخش ببعض وفيها ندية كبيرة جدا ما بين اللاعبين وده مطلوب بالمناسبة لكن في النهاية وجهة نظري أن المنتخب الحمد لله إحنا ثقاتنا كبيرة جدا في مجموعة اللاعبين اللي إحنا شايفينهم ثقاتنا كبيرة جدا في جهازنا الفني وجهازنا ومستر فيتوريا الحقيقة ومجموعة العمل اللي شغالة معاه